السلام عليكم سؤال في الكلام الغير مباشر سنتعلم نحول السؤال المباشر إلى سؤال غير مباشر أو منقول الكلام الغير مباشر أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه الكلام المباشر ويعني إيه الكلام المنقول الكلام المباشر أو بنسميه direct speech هو الكلام الذي يأتي على لسان شخص ما مباشرة أو نصا ويكون الكلام المباشر موضوعا بين علامتي تنصيص بميز الكلام المباشر أنه بين علامتي تنصيص ناخد مثال علي said I am a student هنا الجملة دي أو اللي احنا قلناها دلوقتي دي هي جملة كلام مباشر وبتنقسم الجملة دي إلى مجموعة أقسام أول حاجة لو خدنا علي أو الجزء فيها علي هو المتحدث said هو فعل القول و I am a student هي جملة القول جملة القول I am a student طيب الكلام الغير مباشر أو reported speech هو الكلام الذي ينقله شخص ما عن شخص آخر هو كلام منقول من شخص بينقله على لسان شخص آخر ولا يوضع الكلام غير المباشر بين علامتي تنصيص ما بنحطش في الكلام المنقول أو reported speech أي علامات تنصيص ناخد مثال كده علي told me that he was reading a book علي أخبرني أنه كان يقرأ كتاب هنا أنا بنئ الكلام على لسان علي أنه هو أخبرني علي قالي الكلام وراح لحال سبيله وأنا بنئ الكلام عنه فبقول علي أخبرني أنه كان يقرأ كتاب إحنا في الفيديو سابق كنا اتكلمنا على بالتفصيل أوي عن إزاي أقدر أحول الجملة الخبرية والجملة الأمرية من الكلام المباشر إلى الكلام الغير مباشر في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم إزاي نحول السؤال المباشر إلى سؤال غير مباشر بس قبل ما أبدأ لازم أعرفكم أنه فيه نوعين من الأسئلة سؤال بأدات الاستفهام وسؤال بهل السؤال بأدات الاستفهام هو سؤال بيبدأ بأدات استفهام زي what, where, when أما السؤال بهل فهو سؤال يبدأ بالفعل المساعد أو الناقص طبعا عارفين يعني إيه فعل مساعد فعل مساعد زي am أو is أو are أو was أو where زي do أو does أو did زي have أو has زي المودلز برضو لو جات في أول الجملة يبقى معناها سؤال وسؤال بهل المودلز زي can, could, shall, should, will, would, may, might, must كل دي تعتبر أسئلة بهل لو بدأت الجملة بحاجة منهم تعتبر سؤال بهل هنبدأ أول حاجة إزاي نحول السؤال الأول أو النوع الأول من الأسئلة وهو السؤال بعدات الاستفهام نحوله من صيغة سؤال مباشر إلى صيغة سؤال كلام منقول أو غير مباشر لازم عشان نفهم أكتر ناخد المثال هناخد مثال كده ونطبق عليه رقية said where is my bag ده سؤال في صيغة الكلام المباشر رقية هي المتحدث و said هو فعل القول where is my bag هو سؤال القول المباشر where is my bag هنشوف كده هنحولها إلى كلام reported speech إزاي هنبدأ أول حاجة رقية هتنزل زي ما هي المتحدث ما بيتغيرش أما said هحولها إلى asked أو wondered بمعنى تساءلة أو wanted to know بمعنى أرادت أن تعرف أو inquired تساءلت ثم هشيل علامات التنصيص وهنزل أداة الاستفهام كما هي مش هغيرها يبقى أداة الاستفهام المستخدمة في السؤال هتنزل زي ما هي بس بدل ما تبدأ بcapital letter هنخليها تبدأ بsmall letter يبقى where هتنزل زي ما هي أنا عندي بعد أداة الاستفهام بيقابلني الفعل المساعد وهنا خلي بالك في نقطة مهمة جدا إنك هتحول الفعل المساعد تخليه بعد الفاعل يعني is المفروض أننا نحطها بعد my bag حقيبتي يبقى هتحول الفعل المساعد بعد الفاعل أنا بعمل كده ليه؟ علشان أغير صياغة السؤال إلى صياغة جملة خبرية يبقى أنا هنا لما بحول من السؤال المباشر إلى سؤال reported أو منقول بحول صيغة السؤال من صيغة استفهامية إلى صيغة جملة خبرية يبقى لازم الفعل المساعد اللي عندي أحوله وخليه بعد الفاعل تمام؟ يبقى أنا أحط where هنزل أداة الاستفهام زي ما هي وإز هنا مكانها يكون بعد my bag فرقية said هتبقى رقية asked أو رقية wondered أو رقية wanted to know أو رقية inquired كل دول asked, wondered, wanted to know, inquired ممكن يجو مكان said لأنها صيغة سؤال وبعدين أشيل الأقواس أو quotations علامات التنصيص وحط نزل أداة الاستفهام وmy bag اللي عندي هخليها hair bag رقية هي اللي بتسأل عن شنطتها رقية بتقول where hair bag وis هحولها إلى was where hair bag was أنا حولت المضارع ما نساش أحوله إلى ماضي المضارع اللي عندي بحوله إلى ماضي وصفة الملكية my بحولها إلى hair لأن رقية اللي تكلمت مؤنفة يبقى where hair bag was وشيل علامة الاستفهام وحط follow stop مثال تاني عشان نفهم أكتر أشرف said to me when can we meet متى يمكننا أن نتقابل هنا عندي سؤال القول when can we meet لاحظ معايا لما أجا حولها هقول أشرف هينزل زي ما هو طبعا حولنا المتحدث أو المتكلم بينزل زي ما هو said to me هتبقى ask me ونزل أداة الاستفهام زي ما هي طبعا بعد ما بشيل ال quotation mark هنزل أداة الاستفهام when وبعد كده الفعل الناقص اللي عندي هحوله بعد الفاعل يعني كان هحولها بعد we يبقى when we could meet وحط follow stop بدلا من علامة الاستفهام واحد يقول لي ليه قلت could لأني حولت ببساطة present modal إلى past modal المضارع بحوله إلى ماضي طيب في ملحوظة مهمة هنا إذا لقينا الفعل المساعد اللي عندنا في السؤال هو do أو does أو did بتحذف تماما من الجملة تمام يبقى do و does و did لو لقيناهم في السؤال وإحنا بنحول من صيغة سؤال مباشر إلى صيغة سؤال diere reported ما نقول هحذف do أو does أو did بس ما نساش برضو أحول الفعل من الزمن بتاعه إلى الزمن الماضي أو الزمن الأقدم يعني المضارع حوله إلى ماضي والماضي حوله إلى ماضي تام زي المساعدة عندنا صهايب said to me what do you want حاجة حولها تبقى صهايب asked me أو صهايب wanted to know أو صهايب wondered وهشيل علامة التنصيص وهربط بأدات الاستفاهم اللي هي what أنا أزلها زي ما هي what وبعدين I wanted do أنا حذفتها تماما من الجملة مثال ثاني where did you go تامر I said لما أجي حولها I asked تامر where he went أو where he had gone لاحظ هنا أن أنا حولت الماضي اللي عندي اللي هو go هنا go دي ماضي ليه عشان جاي معها did تبقى على طول جملة سؤال في زمن الماضي حولته إلى ماضي بسيط أو حولته إلى ماضي تام يبقى go حولتها إلى went أو إلى had gone ماضي تام فيه شوية ملاحظات مهمة جدا لو لقينا فعل القول اللي هو فعل القول اللي عندي اللي هو said to اللي احنا قلناها بلكده أو said لو لقيناها في زمن المضارع يعني say أو says هيظل زمن الجملة كما هو بدون تغيير هسيب زمن الجملة زي ما هو لو هو مضارع هسيبه مضارع لو هو ماضي هسيبه ماضي ناخد نسال عشان نفهم أكتر نبيل says to hala لاحظوا هنا says مضارع نبيل says to hala where do you live لما اجي حولها يبقى نبيل asks hala where she lives قال لها جات lives دي منين لأن حولت you إلى she لأن المخاطب هنا هو مؤنثة هالة مؤنثة فبالتالي بنزلها تحت you بتتحول إلى she يبقى where she و live بتصبح lives طبعا لأن he و she و it بياخدوا قصة المضارع مع الفعل طيب في ملحوظة تانية لو الكلام اتقال من فترة قريبة جدا من فترة وجيزة هتفضل برضو الأزمنة زي ما هي من غير تغيير زي المثال he said a moment ago هو قال منذ لحظة يعني لسه قريب قيل الكلام ده he said a moment ago when will أحمد come لما اجا حولها he asked a moment ago when أحمد will come كل اللي عملته ان انا حولت will بعد الفاعل بس سبتها زي ما هي وما غيرتش الزمن سبت الزمن زي ما هو احنا كده خلصنا السؤال بعدات الاستفهام هننتقل الى السؤال بهل ازاي اقدر احول السؤال بهل في صيغة direct speech او الكلام المباشر الى سؤال بهل في reported speech هناخد مثال برضو عشان نطبق عليه اكتر المثال بيقول نورا said have you ever been to japan مها have you ever been to japan مها هل سبق لك الذهاب الى اليابان يا مها طب لما اجا حولها اقول نورا asked مها if she had ever been to japan ايه اللي انا عملته هنا نورا المتحدث نزلت زي ما هي و said لان دي صيغة سؤال حولتها الى ask it او wanted to know لو انا عايز احاولها الى wanted to know ممكن احاولها الى wanted to know يبقى ask it او wanted to know تمام وبعد كده بشيل علامة التنصيص واربط بif يبقى في حالة السؤال بهل بربط بif if she اه طبعا you هنا عيدة على مين عيدة على مها اللي هي المخاطب فحاولها الى she لان مها مؤنسة يبقى if she وبعد كده انا ملاحظ ان عندي have اللي انا حولتها بعد you لان انا حولتها بعد you زي ما قلنا بنحول الفعل المساعد بنحطه بعد الفعل فhave لازم نحولها للماضي منها اللي هو had يبقى if she had ونزل البقية الجملة زي ما هي ever been to japan مثال تاني are you a student the man said to the boy ده سؤال بها لانه بدأ بار لما اجي حوله هقول the man asked the boy طيب هشيل علامة التنصيص بقى واربط بايه طبعا ايوا هاربط بif if و you عيدة على the boy المخاطب the man said to the boy the boy هنا المخاطب مذكر يبقى if he وبعد كده or اللي انا رحلتها بعد you هتتحول طبعا الى was ما تنفعش تبقى where كي لازم تتحول الى was يبقى if he was a student وحطوا نقطة في الاخر بدل علامة الاستفهام وبكده اكون خلصت فيديو grammar النهاردة اتمنى ان يكون الفيديو عجبك ان شاء الله وياريت تشجعونا بلايك لو الفيديو عجبك ولو انت لسه ما عملتش سبسكرايب للقناة تتفضل تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة ولو عندك اي كومنت يبقى ياريت تتفضل تكتبه اسفل الفيديو والسلام عليكم